بيدي الحسن دي الناس اللي يجبها دي اللي بتكره مصر اوي اوي بيدي الحسن بيقول هذي الانتخابات الرئيسية ليست سوى مناسبة للسخرية امام العالم كله المصريين والديمقراطية بالانتخابات ذاتها كوسيلة لتمكين الناس من حكم انفسهم بانفسهم بول دي مناسبة مسيرة او مناسبة سوى مناسبة للسخرية امام العالم كله بالمصريين الصورة المحترمة اللي احنا جايبينها من شوية اللي فيها 3040 ويندو الشارع المصري والشعب المصري والشباب المصري انا بقول يا للشباب المصري اللي طلع النهاردة الانتخابات بمحض قرطه لأول مرة في حياته بقول لهم في واحد انا بقى بغششكم بقول للشعب المصري والشباب المصري في واحد خاين عميل سمصار ارزقي اسمه بهيد دين حسن هربان في فرنسا ده يبقى حامى على عبد الفتاح ده شغال بيتهم الشعب المصري وبيتهم الناس الخرج الانتخابات انهما مرتزقة وانهما كذا وكذا 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 عليكم بيه بقى على السوش الميديا شوفوه شوفوه بقى الراجل ده شغال بالقطعة بيشتم بالقطعة يعني هو بياكل عيش من شتمته في مصر بهي الدين حسن حمى على عبد الفتاح القابع في السجون بحكم خضائي بات ونائي نظر لانه قليل الادب مش بتربيه بهي الدين حسن خاين والله خاين وعميل والله عميل وجسوس والله جسوس اللي بقوله بقوله مش عشان متعصب ولا متحمس بقوله واحد كاره لبلده الاخ بتحكي قانا ده اسمه علاء الاسواني والاخ بهي الدين حسن قال التاني